صار توفير وجبة متواضعة أمرا يثقل كاهل هذه الأسرة السودانية كل يوم يعمل أسامة في الاستزراع السماكي لكنه خسر معظم زبائنه مؤخرا بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد الزمان الواحد يعني الدخل كان بيكفيه يعني الزمان كان بيقضيك شهر حسوة أسبوع ما بيقضيك جايز خمسة هم يقضيك الأزعار دي برغم ارتفاعه متخيلين أنه بعد كده تاني تنضرب في عشرة يعني ما في دعم الدعم بيجيك من أصدقائك من أخوانك من أهلك كده جيرانك تخضع إقبال زوجة أسامة للغسيل الكلوي مرتين أو ثلاثة أسبوعيا تضعفت معاناتها مع المرض بسبب غلاء الأسعار وتضعفت قيمة الجلسة الواحدة في المستشفى عشر مرات يعني السيارة التي تودينها لمركز الغسيل درد مني ألف لكي تودينها وتجيب ولازم يعني الواحد يضغط نفسه يوفر المبلغ ده عشان نقدر نصر والعلاج نفس الحاجة يعني مرات أنا بدلا ما أشتري العلبة كاملة بشتري شريط الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها أسامة وعائلته لا سيما في الشهور الأخيرة أثرت كذلك في قطاعات عريدة من السودانيين وخصوصا أصحاب الدخل المحدود من الفئات المختلفة درنا أكثر من سوق بالعاصمة القرطوم الحال هنا لا يقل قسوة حيث البيع والشراء بات عملية صعبة سودان حياته لا يعاني بمثلات أكل والشرب صارت الآن هاجز كبير جدا جدا منذ سنوات طويلة عنا الاقتصاد السوداني بأكمله بسبب العقوبات الدولية كان الحال قد بدأ في التحسن العام الماضي وفقا للمؤشرات الحكومية قبل أن تسوء الأمور مجددا منذ الانقلاب العسكري تراجع سعر العملة المحلية وندرت سلع في الأسواق وارتفعت أسعر بعضها بشكل باهظ يقول مراقبون إن الحل الوحيد يكمن في اختيار حكومة يرضى عنها الشارع هي المزألة السياسية أي رئيس وزراء جديد يأتي عليه أن يتوفر له رضا من الشارع السوري الأحزاب السياسية السودانية بمختلف مسمياته إضافة إلى المكون العسكري الموجود في المشهد لو لم يتوافق على صيغة تجعل الفترة الانتغالية تثير نحو التحول المدن الديمقراطي سيزعب على أي رئيس وزراء يعمل ويرى آخرون أن أي حكومة قادمة ستواجه أيضا نفس التحديات الاقتصادية فطبيعة الاقتصاد السوداني في وجهة نظرهم تحتاج لإصلاحات جذرية خلينا نكون واضحين أي حكومة ستنتهي إلى نفس الوضع لسبب بسيط هو أن هذه البلاد لا تمتلك قاعدة إنتاجية وهي عايشة على الريع هاي عندهم مسؤولية هم العساكري عندهم مسؤولية لكن الأزمة ما في العساكري الأزمة في القرص السياسية اللي ما قادرة تتفق على أبسط الحدود اللي دخلت يشتغل مع بعض يتخوف البعض من تفاقم الوضع الاقتصادي أكثر فأكثر لكن يعاول البعض على أن المشاورات السياسية الجارية قد تضع حدا للأزمة الاقتصادية حال نجاحها عبد البصير حسن بي بي سي القرطوم